الدرس عشرة اسم الدرس وحلت ساعة الخلاص فكر الصياد وأدرك أن سرب الحمام لن يستطيع الطيران بعيدا لأن الشبكة تعطل حركته لذلك بقي يتابعه ويسير وراءه دون كلل أو ملل وعندما رأت الحمامة المطوقة أن الصياد لم يأس من القبض عليها وأدركت أن السرب سرعان ما سيصيبه التعب ويقع على الأرض خاطبت السرب قائلة يا أخواتي إن الصياد يتبعنا حيثما اتجهنا وقد بدأ التعب يلوح علينا لذلك أقترح أن نبتعد عن هذا الفضاء الواسع وندهب إلى مكان كثير العمران حتى نغيب عن أنظاره فلا يلتحق بنا اتجه سرب الحمام نحو العمران ودخل بين المساكن والأشجار والحدائق حتى غاب عن أنظار الصياد ولما اطمأنت المطوقة على مصيرها ومصير صاحباتها نزلت قرب جحر فأر كان صديقا لها منذ مدة طويلة وحين خرج إليها أخبرته بما حصل وطلبت منه المساعدة قال الفأر لقد عرفتك ذكية فاطنة فكيف وقعت في هذه الورطة التي كادت تؤدي بك إلى الهلاك؟ أجابت المطوقة قائلة لقد حصل ذلك بسبب غفلتي وقلة انتباعي إثر ذلك أخذ الفأر يقرض الشبكة بكل جد وعزم حتى خلص السرب كله واحد أكتشف وأفهم واحد أتذكر النص السابق ثم أتأمل المشهد المصاحب وأجيب عن السؤال التالي هل استطاعت الحمامات النجاة من شر الصياد؟ نعم استطاعت الحمامات النجاة من شر الصياد وذلك استعانة بالفأر اثنان أقرأ النص ثم أحدد مما يأتي ما له علاقة به تابع الصياد سرب الحمام وتمكن من القبض عليه خلص الفأر الحمامات من الشرك غابت الحمامات عن أنظار الصياد لكنها بقيت عالقة في الشبكة طار سرب الحمام عاليا في الحقول الشاسعة المعلومات التي لها صلة بمضمون النص هي خلص الفأر الحمامات من الشرك طار سرب الحمام عاليا في الحقول الشاسعة ثلاثة ألف أعيد كتابة الجمل معوضا ما هو مصطر بما يفيد معناه يسير الصياد دون كلل الكلل التعب والإعياء إذن يمكن لنا كتابة الجملة على النحو التالي يسير الصياد دون تعب أو إعياء أخذ الفأر يقرض الشبكة يقرض الشيء أن يقطعه إذن الجملة تصبح كالآتي أخذ الفأر يقطع الشبكة أدرك الصياد أن سرب الحمام لن يستطيع الطيران بعيدا أدرك المعنى بعقله أي فهمه وعرفه وعلمه لذا تصبح الجملة كالآتي فهم الصياد أن سرب الحمام لن يستطيع الطيران بعيدا عرف الصياد أن سرب الحمام لن يستطيع الطيران بعيدا علم الصياد أن سرب الحمام لن يستطيع الطيران بعيدا باء أستخرج من النص ما يفيد معنى يظهر علينا ما يفيد في النص معنى يظهر عليه هي عبارة يلوح عليه اثنان أعمق فهمي أربعة أصنف في جدول مكان وقوعي كل حدث بمناطق العمران خارج مناطق العمران دخول الحمام بين المساكن والحدائق طلب المساعدة متابعة الصياد سرب الحمام قرض الفأر للشبكة سنقوم بتصنيف مكان وقوع الأحداث بوضع علامة X في المكان المناسب الأحداث دخول الحمام بين المساكن خارج مناطق العمران طلب المساعدة بمناطق العمران متابعة الصياد سرب الحمام خارج مناطق العمران قرض الفأر للشبكة بمناطق العمران خمسة أضع أمام كل شخصية العمل الذي قامت به الحمامة ورفيقاتها الصياد الفأر الحمامة ورفيقاتها الهروب من الصياد والتوجه نحو العمران ثم النزول عند جحر الفأر وطلب المساعدة منه الصياد اللحاق بسرب الحمام ومحاولة الإمساك به الفأر قرض الشبكة وخلص الحمامات من الشرك ستة توقف الصياد عن ملاحقة سرب الحمام أذكر متى تم ذلك توقف الصياد عن ملاحقة سرب الحمام عندما توجهت نحو العمران مما صعب عليه إمكانية مراقبتها وتقف في أثرها سبعة أذكر صاحب كل قول من الأقوال الآتية ثم أرتبها حسب ورودها في النص لقد حصل ذلك بسبب غفلتي وقلة انتباهي كيف وقعت في هذه الورطة؟ إن الصياد يتبعنا حيثم اتجهنا نقوم أولاً بذكر صاحب كل قول من ثم نرتبها كالآتي القول وصاحبه لقد حصل ذلك بسبب غفلتي وقلة انتباهي الحمامة المطوقة كيف وقعت في هذه الورطة؟ الفأر إن الصياد يتبعنا حيثم اتجهنا الحمامة المطوقة ترتيب الأقوال حسب ورودها في النص واحد إن الصياد يتبعنا حيثم اتجهنا اثنان كيف وقعت في هذه الورطة؟ ثلاثة لقد حصل ذلك بسبب غفلتي وقلة انتباهي ثمانية أرتب الأحداث الآتية حسب تعاقبها في الزمن بقي الصياد يتابع سرب الحمام ويسير وراءه نزل سرب الحمام قرب جحر فأر خرج الفأر من جحره خلص الفأر الحمام من الشبكة دخل سرب الحمام بين المساكن والأشجار والحدائق أخذ يقرد الشبكة إليكم ترتيب الأحداث حسب تعاقبها في الزمن بقي الصياد يتابع سرب الحمام ويسير وراءه دخل سرب الحمام بين المساكن والأشجار والحدائق نزل سرب الحمام قرب جحر فأر خرج الفأر من جحره أخذ يقرد الشبكة خلص الفأر الحمام من الشبكة تسعة تربط الحمامة المطوقة والفأر صداقة أستخرج من النص ما يدل على ذلك الدلالة على ربط الصداقة الذي يجمع الحمامة المطوقة والفأر في النص هي ولما اطمأنت المطوقة على مصيرها ومصير صاحباتها نزلت قرب جحر فأر كان صديقا لها منذ مدة طويلة ثلاثة أبدي رأي ما الذي مكن الحمامة من النجاة؟ أعلل رأيك الذي مكن الحمامة من النجاة هي فطنة الحمامة المطوقة وحسن تصرفها في الوقت المناسب فلولاها لما ظفر صرب الحمام بمساعدة الفأر أربعة أفتح نافذة وأغني ملف التعلم يقيم الفأر في جحره أبحث عن الأماكن التي تقيم فيها الحيوانات الآتية النحل الأسد الدجاج الأغنام العصفور الثعلب البقر إليكم الحيوان ومكان إقامته النحل الخلية مكان إقامته الأسد العرين الدجاج مكانه القن الأغنام الزريبة العصفور يعيش في العش الثعلب يقيم في الجحر البقر يقيم في الإستبل ترجمة نانسي قنقر